السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة أنا هيسام مرسي ودي قناتي كوينات برو وبيسموني كريبتو عرب نهاردة نتكلم عن شيرين بي هنقول لكم كل التفاصيل ايه هو الشيرين بي ايه هي ازاي تعمل منج يور والت او يور بورتفوليو او ازاي تزبط محفظتك وتأمن محفظتك وتتدول بمحفظتك ايه العدوية المجانية والعدوية المدفوعة ازاي تربط الاي بي من المنصات وايه فعيدتها هل هم بتدولوا لك شيرين بي ولا انت بتدول لنفسك هل هذا موقع استثماري ولا بوت تدول هل هذا محفظة ماهزة يعني كل المعلومات العدوية المجانية العدوية المدفوعة فيها ربح فأنا النهاردة هغطي لك كل النقاط دي ان شاء الله في فيديو واحد عشان تكون عارف وفاهم الموقع ايه وفي اخر الفيديو ان شاء الله رح اارض عليكم المسابقة بتاعتنا اللي انت ان شاء الله رح تربحها عدوية مجانية قدامنا اربع اشخاص ان شاء الله رح يربحوا عدوية مجانية تمام لذلك اتبع معي الشرح وافهم كويس جدا 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 كل حاجة عن الشرح شرينبي وهو عبارة عن بورتفوليو اوتوماتيك او يعني ادارة محفظة ايه هو ادارة المحافظة انت معاك واحد بيتكوين في محفظتك او في منصة باينانس ومعاك واحد اتريم النهاردة البيتكوين ب Blind 9000 و الاتريم ب $100 البكرة البيتكوين ب $9010 و Light coin $100 بيعمل ايه شرينبي؟ بيشتري لك بيبيع لك العشرة دولار بتوع البيتكوين وبيشتري لك اتريم وتاني يوم اما بتكون الاتريم طلع 120 دولار بيعمل ايه؟ بيبيع العشرين دولار اللي عندك بتاع ايطاليا ويشترك لهم بيتكوين فبالتالي انت بتعمل ايه؟ بتكتر العملة بتاعتك وانت قاعد نايم في مكانك بدون عمل اي شيء تمام؟ دي اول نقطة تاني نقطة مهمة جدا 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 انت لو عملت هولد او خزنت العملة بتاعتك لمدة عشر سنين البيتكوين بتاعك هيكون واحد بيتكوين انما لو انت اشتغلت مع الشيرين بيه وايه تدقى يعني ربطت بالمنصة الخاصة بيك واستخدمت استراتيجية معروفة ومدروسة وده اللي هنتكلم عليه لو انا هقدر في الشرح ده هاديك نقطة صغيرة ولكن في الشرح تاني هاديك استراتيجية كاملة مكملة طبعا انا اشتغلت عليها هتربح هتلاقي بعد عشر سنين ممكن الواحد بيتكوين بقى واحد مص بيتكوين بقى اتنين بيتكوين انما لو انت سبته هولد او سبته تخزين هتلاقي الواحد بيتكوين بعد عشر سنين واحد بيتكوين تمام ايه الخطر اللي انت بتخطر بيه تقريبا تسعين في المية ما فيش اي خطر خالص تمام فتعالا نشوف طريقة التسجيل انتو عارفينها وطريقة سهلة جدا كل ما عليك انت بتخش وبتسجل هنا الاسم طبعا وهنا اسم العائلة الايميل الباسورد وباسورد تاني ورفلار كود اللي يكون الخاص بيا فضلا وليس امرا هسيب لك الكود بتاعي واللي انت بتقول انا يعني اكتر من تمنتاشر عام وبعمل ساين تمام هيبقى كده انت سجلت بعد ما بتخش على اللوجين طبعا عادي جدا بتخش على اي او بلا اي حاجة بتفعل جوجل فاكتور او اي برنامج شابه بجوجل فاكتور او تنكيتر لتأمين حسابك وبعد كده بنخش نربط المنصات بتاعتنا اللي احنا بنربطها عن طريق بتلاقي هنا بنختار منصة زي ما نشايفين انا رابط حضراتكم تلاتة هنقول مسلا نختار منصة بولونيكس اوكي في الحالة دي انا هربط بولونيكس او اي منصة تانية سواء انت باينانس هتلاقيها من عند ابي هنا هو سواء بتريكس هتلاقيها من عند ابي كي تماما شباب بولونيكس بطلب منك الا الابي كي والابي سيكرت كي تعالوا نشوف مع بعض هنربط ازاي دول بطريقة سهلة جدا ولزيزة وكل المنصات سواء بتريكس سواء باينانس سواء بيتمارت اللي انا مسجل فيهم هتلاقوهم وسهلين بطريقة سهلة جدا وتقريبا نفس الطريقة تمام؟ طبا شباب بنخش على علامة المفتاح دوت وبنفتح ابي كيز وبعد ابي كيز بنفتح ابي كي تمام؟ هنا بتلاقي ابي كي سيكرت كي بلا 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 من او هينتهي بعد خمس شهر دي او تعالوا نشوف مع بعض بيصل لك اميل بهزي الطريقة بيقول لك ان انت عندك ايميل تكون فيرم كل ما عليك انت بتعمل بي هزا تريه يفتح لك الابي كي وبيعمل لك كريت نيو ابي كي و وبالطريقة ديت انت عندك الابي كي بتاعك والابي سيكرت كي زي ما حضرتكم شايفين هنا هوت ده الابي كي تمام؟ وهنا هتلاقي الابي سيكرت كي تمام؟ كل ما عليك اللي انت ما تدس على وزد راو تمام في اي حاجة تمام عشان تبقى انت عارف انت بتعمل ايه بالزبط هناخد الطريقة هناخد الابي كي والابي سيكريت كي ونحطهم في الموقع تمام نحطهم في الموقع بطريقة عادية جدا بدون اي مشاكل خالص تعالوا نشوف مع بعض بعد ما باخد الابي كي والابي سيكريت كي بحطه في البولونيكس وبعمل لينك اكتشينج تمام بعد كده هو زي ما نشايفين عمل لينك للاكتشينج للبولونيكس وزهرت قدام حضراتكم البولونيكس نهوت اهو بالرصيد اللي عندي طبعا شيء بسيط ولكن ده كمثال لربط المحفظة الخاصة بك سواء في البولونيكس او بدريكس دلوقتي بنروح على الداشبورد طبعا ومنشوف حالة التداول وزه ما نشايفين في نزول كبير جدا في منصة بيتريكس وتقريبا خسارة او خسارة زير بوين سبعتاشر في المية من العملة بتاعت لان زي ما نشايفين انا بتداول باكتر من اسد دلوقتي لاني بستخدم استراتيجية تانية لتداول اه زي ما نشايفين كان هو ده الرنج بتاعي من ميمة اسبوع زي ما نشايفين هو ده التداول بتاعي عمتا اسبوعيا انا حاليا ما بعملش ريب لانش وده اللي هشرحه في الفيديو دوت ولكن على مدار الاسبوع انا ربحت مش واحد في المية اهل من واحد في المية زي ما نشايفين هزا زيرو بوين زيرو واحد اربعة من البيت كوين تمام اما بخصوص منصة باينانس انا مش رابط باينانس لانه طبعا ما باستخدمهاش ولكن هربطها امام حضراتكم برضو بطريقة سهلة جدا عشان تشوفها بتخش على منصة باينانس بتفتح الابي كي وتعمل اابي سيتين كي بيطلب منك الكوف التو فاكتور اوتينتيكاتور وبيرسل لك برضو اه نفس الرسالة يعني بتفتح من هنا هو بيرسلك نفس الرسالة اللي بتطلبها منك اللي انت تأكدها من الحساب الخاص بيك في الاميل هنشوف دلوقتي بعت لي رسالة على الاميل هنخش على الاميل وهنعمل نفس العملية اللي احنا عملناها بالكده. وصل ليك ايميل بالكمفيرم اللي انت هيجب عليك عمل علشان يظهر عندك الابي كي. بالطريقة دي بيزهر عندك الابي كي والابي سيكرت كي زي ما حالاتكم شايفين. كل ما عليك اللي انت بتخليه فلاج هنا وفلاج هنا وما تضغطش على بحيث ما يتسحبش منك اي مال. بتاخد وبتضعه في وبتاخد وبتضعه في وبهذا تقدر تتعامل في الموقع بدون اي مشاكل خالص وتعالى نشوف مع بعض هنحطه ازاي دلوقتي. بعد ما اخدنا بنعمل ابدات كي هتلاقي ان عمل ابدات دلوقتي في المنصة بتاعتنا من خلال زي ما نشوفين هو ده الابديت بتاع بايننس طبعا النهارده في خمسة 5.49% يعني في خسارة هذا المبلغ من البيتكوين. تمام بعد كده بنخش على البرتفوليو بتاعتنا ولازم نعمل بورتفوليو خاصة فيه. تمام انا عامل هنا نيفر وبزبط بعض الاشياء طبعا لاني الاستراتيجية الخاصة من العمل وهكزا. تمام هنا هون بيتريكس يوزر كلكيرت مور ديتيلز. عندنا هنا خبر جديد بقول لك اه اه عمله لبيتريكس يعني استراتيجية جديدة للربح بالمجاني لو انت حبيين تربحوا بالمجاني. بنشوف هنا هنلاقي الازواج بتاعتي كلها اللي انا اشغل عليها في منصة والازواج بتاعتي اللي انا اشغل عليها في منصة بيتريكس. وبيتمارت وبولانيكس تمام. كل ما عليها دلوقتي اللي انا بسيب كل دوات وبهتم بحكتين معينين. اول حاجة لازم الدست تعرف وهو معناها الباكز. ايه هو الدست هو معناها عملات تبقت منها بعض الاشياء الصغيرة اللي انت ممكن تكون خسارة وممكن تكون مكسف فانت استخدم استراتيجيك الخاصة. مثلا انتولوجي اي انا عندي منها 0.27% يعني 2.70 انتولوجي لازم تشوف سعر الانتولوجي كام ولو انت حابب تشتري تشتري. ايوتا او بيتكوين جولد او او. هنروح للمحفظة بتاعتك وهي البرتفوليو. زي ما نشايفين انا عندي محفظتين واحدة سوشال واحدة اه عادي. طبعا ديت بتاعت محفظة. واللي هي ديت انا كنت يعني بتابع شخص بالمدفوع. وهنا اه شخص برضو كنت بتابعه عند تجربة الموقع وشراء الخدمة المدفوعة. الخدمة المدفوعة. تمام? بعد كده اه زي ما نشايفين عملت سيت ابي كي كل حاجة يعني معمولة ومدروسة في المحفظة. ماي تريد هو التداول بتاعي وعندي بيتكوين وبينانس بخمسين في المية ممكن حتى او معامل كده وخلاص اوكي وسيفت وانتهى الموضوع وما فيش اي مشكلة خالص. ولكن هتفضل موجود عشان ما هو بقول لك لازم يكون عندك مية في المية او توقف البلانش بتاعك زي ما انا عامله بهذه الطريقة. تمام? نروح على بيتريكس ونبص عليها بصة كمان. هنلاقي ان المحفظة بتاعتي زي ما شايفين معمولة تحت تست وانا شغال برضو بيتكوين وايتريا. تمام? وهنا يعني ايجي المربط الفرز عشان نعرف نتداول ونربح من هذه العملات سواء بيتريكس سواء باينانس. انت بتعمل ايه? هو السيستيم بيتيح لك اللي انت تشتغل بحوالي خمس اا يعني بيديك استراتيجية كويسة وانا راح اعطيك الاستراتيجية ديت النهاردة عشان تده تشتغل عليها دون اي مشاعل. هنقول اللي انت بتشتغل في منصة بيتريكس مسلا وهتخش على بورتفوليو وتخش على التست مسلا انا اللي انا عامله دوت مسلا او هتختار اي محفظة جديدة عشان تطلع بمحفظة جديدة. كريات نيو وتعمل اديد اسيت. تمام? احلى حاجة في السيستيم ده جماعة لو انت قلت اديد اسيت هيعمل لك الاسيت وانت تختار كمية العملات او اللي انت عايزهم حسب الارتفاع والانخفاض زي ما انت شايفين اهو. هنا الاسيت وهنا الماركت كاب وهنا اربعة وعشرين ساعة وتغيرهم وهنا سعرهم. فانت تقدر تتحكم في السوق وتشوف مسلا اللايت كوين عالي والبيتكوين كاش والاكسير بي نازل والبيتكوين ما بيتحركش خالص. تمام? فادر تشوف ان ايه هي دي. او تعمل كريات ام بوكس. افضل حاجة فيه اللي هو بيقول لك ايه افضل اه اه خمسة اسيت مسلا او عشر اسيت. زي ما انت اخترت هنا من واحد لعشر اسيت. فهو اختار لك هنا افضل عشر اسيت تقدر تتداول بيهم وهو شايف ان دول المربحين عندك. فانت ممكن تشتغل بيهم كعشر اسيت او ممكن تشتغل باسيت اكتر. طبعا كل ما انا شرحت في فيديوهاتي انا كنت بشتغل على بيتكوين ويتريم بس او بيتكوين ويتريم ويكسير بي. ولكن الاستراتيجية الصحيحة لنا راح اطالكم النهاردة. كل ما يكون عندك اسيت اكتر كل ما انت بتربح اكتر. اوكي? كل ما يكون عندك اسيت اكتر كل ما انت بتربح اكتر. تمام? ولكن لازم يكون عندك برضو. وتقدر تدير محفظتك. تقدر تختار انترية الماركت كاب واللي هما شغلين الماركت كاب بالزبط في الوقت الحالي او اه تقل العملة وقوة العملة. تمام? او الماركت كاب. فانت هتستغل طبعا زي بيت كوين وليتريم. بعد كده اكسر بي لايت كوين بيت كوين كاش ويو سي دي تي. ايوس وبيت كوين اه كاش. اكس اي ال ام والعادة. تمام? ممكن تختار اول خمس عملات مسلا بيديك اللي هما دول. وبعد كده بتعمل ادد. في الحالة دي بيديك كل العملات بهذه الطريقة اللي انت اخترتهم كم في المية وهو من وجهة نظره اللي هيخليك تتداول بيت كوين بخمسة وعشر في المية اللي تريم بخمسة وعشر في المية اللي اكسر بي خمسة وعشر في المية اتنشر في المية واثنشر في المية وهكذا بيبقى تداول هات وخد عشان يديك ويربحك بعض المعنى. دي اول طريقة ولو انت طبعا بعد ما بتعمل بتختار هنا هوات مسلا بهذه الطريقة وبتكتب مسلا تست اتنين. اوكي وبتعمل مسلا بهذه الطريقة وهو سيفها لك هنا تيجي على وتقول اعمل لي آآ اعمل لي يعني راجع لي حسابات بكل قد راجع لي حسابات كل اسبوع كل شهر كل شهرين انا بفضل انت تشتغل كل ساعة وبعد كده بتعمل اكتف بورتفوليو او اكتف الوالت بتاعتك تمام يبقى انت كده عملت اكتف عملت اكتف للوالت بتاعتك وبدون اي مشاكل خالص اشتغلت على الوالت بتاعتك. تمام يا شباب تمام. نيجي هنا بقى للعضوية المدفوعة لو انت عندك عدوية مدفوعة. عندك عدوية مدفوعة انت ممكن تخش على اي سوشل او اي شخص عنده سوشل وتتابع هذا الشخص بهذا الشخص. مسلا كنت ما تابع هذا المتداول. طبعا هو زي ما نشايفين في رفع وخسر كل حاجة. يعني خسر وقت. نسبة التداول ومش كويسة طبعا ده من فترة. وبشتغل اه عملتين بس وزي ما انتم شايفين هنا التداول. كل ما عليكم ممكن تعمل كوبي الوكيشن بهذه الطريقة. بقولك انت عايز تعمل كوبي لهذا الشخص فبتقول له اوكي. فهي دي الفكرة اللي انت لو انت شاري العملة شاري العضوية اللي هنتكلم عليها بعد شوية. تقدر تعمل كوبي لأي او اي شخص كاما بالتداول اه اه بدون مشكلة. تقدر تتابع برضو الشرط بتاعه اخبار ربحه ايه? واخبار اللي عمله ايه? وتعمل وده اللي هنشوفه ان شاء الله. او تحطه او نوت فاوريت بهذه الطريقة. تمام? تقدر تتابعه منول او اوتوماتيك بدون اي مشاكل. هما دول السوشال او الاشخاص اللي هما يعني بعتبروا كويسين في عملهم. وزي ما انت شايف من فوتو تتلاقي باينانس او بيتريكس او اي منصة. تقدر تختار اللي هو فولورز اللي عنده اكتر او وان دي او وان منس. انا باكترح اللي هو وان منس. وبعدين بتدور على افضل اشي ده في شهر ربح تسعتاشر ونص في المية او عشرين في المية تقريبا بس خسران في اسبوع وكده. زي زي اي شخص زي ما نشايفين في كل حاجة ده كويس جدا. بس ما تفهمش هو بيتدول بايه? لو انت دخلت وبسيت عليه عليه. هتلاقيه هو ما بيتدولش تقريبا هو ثابت في مكانه. لو انت رحت وبسيت هتلاقي ان هو يعني شغال على تقريبا عملتين او حاجة زي كده مش اعارف يعني. تمام. اه لو انت عملت له كوبي بهزي الطريقة تعال بصه. انا عملت كوبي لهزا الشخص. فنسخت الاستراتيجية بتاعته هو كان شغال على ايه على БАИНОС تمامно نسخت الاستراتيجية بتاعته وتبعته هو شغال على ايه ممكن تم عامل مثلا نرن بهذه الطريقة وتتابع الاستراتيجيته وتربح كمان ممكن تربح وممكن تخسر هو ده التداول هو ده الاستريات بتاعته تمام هو شغال على عملتين الفانتوم والرين تمام فيعني مش packaging والهيستري بتاعه تعالوا نشوف الهيستري بتاعه بيوريك ان هو هنا تشينج زير الوكيشن اربع سبيع اربع سبيع اربع سبيع لست منس يعني مش اكتب اوي 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 ولكن شغال بطريقة باستراتيجية مختلفة ووريني كده بالزبط يعني بس يعني هو ده الفكرة بتاعت لو شخص مثلا دافع هو ده الباسكت هي فكرة كويسة جدا مثلا الباك تيست هو عبارة عن دراسة استراتيجية معينة تقدر تربح منها مثلا زي التداول وبتعمل رن وبتاخد وبتنسخها هنا يعني مثلا لو انت عملت عملتين تلاتة اربعة وعملت رن مثلا بيقول لك وانت بتزبط العملة بتاعتك وبتابعهم لمدة يومين تلاتة وبتشوف ارباحك كم وبتقم اخدها كوبي وبتنسخها في المحفظة ديت تمام نرجع لسوشال تاني نقفل ده طبعا ونرجع هنا تاني وتقول بيكم ليدر طبعا ليدر عشان تكون ليدر زي بهذه الطريقة بتعامل آآ وبتاخد الرابط ده اللي هنسيبه لكو وبتنسخه عشان الناس بتتبعك كليدر تمام بتتبعك كليدر هنيجي للسيتنج مسلا لو انت هتشتغل عالسيتنج ممكن تغير من البيتكوين يكون بالدولار وتعال نشوف دلوقتي مسلا هنا كل المعلومات هنا لاقيه هنا الاكشنج اللي انت تشغل عليها هنا اللي انت ممكن تسيبه لأصدقائك يشتركه من خلالك وهنا بيقول لك لو انت هتربح خمسين في المية لأول ثلاث شهور يعني هتربح ثلاث شهور كويسين بشوحشين وهنا اللي انت تقدر تشتري سواء العضوية المدفوعة سواء بالبيبل وسواء بكوين بيمنت وده شيء كويس جدا وبيدل على مصدقائك الموقع اللي انت تقدر تشتري من خلال البيبال كمان وتخش في عالم الكريبتو او كوين بيمنت زي ما ان شايفين ولا تخفيض او البيبال ما لاهاش تخفيض الكوين بيمنت يقول لك اللي هم ثلاث شهور باربعو عشرين دولار ست شهور بخمسة واربعين دولار او اتناشر شهر تماما يا شباب وهنا زي ما شايفين انت ممكن تربط الحساب البيبال خاص بيك ويقول لك نكست بيمنت هتتفاعل او انت بعد كده العضوية بتاعتك بتنتهي وهكذا تمام هنا هتلاقي كل الهلب والمعلومات اللي انت حاببها ازاي مسلا تربط ابي كي مسلا ابي وتكتب ابي كده هيجيب لك ازاي تربط ايه سورش ابي والابي كل الاسئلة اللي انت حابب تعرفها من السيو الميكال المدير الشرمبي زي ما انتم عارفين تمام يبقى هو دوت شرح مفصل سريع للعملية بتاعت بيتريك زي ما شايفين بيتريكس الوقت اهو وباينانس اهو امام حضرتكم كل ده بالكريبتو لو انا رحت على سيتنج ودخلت على جينرال سيتنج وكان في حاجة تحت انهو كان في حاجة تقدر تغيرها بالدولار انا حاليا مش فاكرها تقدر تغير كمان او كانت موجودة انا مش فاكر حاليا تقدر تغير العملة اهو او شو ان كريبتو او شو ان نون كريبتو تمام لو انت تلاحز هتلاقي هنا اهو دلوقتي باتتغير تبقى الدولار وانت خسران كام تمنتاشر دولار طبعا بتدص لها بتتعب نفسيا اما بتلاقي نسبة خسارة باينانس تمنتاشر دولار او او انت رابح عشرة سنت مسلا في البرتفوليو بتاعتك او الكلام ده كله لو احنا رحنا وشوفنا الاتريد هيستوري للعملات الخاصة بيع اللي انا شغال عليها او تداول事 انهاردة تسعة وعشرين زى ما حدرانكم شايفين وهنشوف النهاردة يوم 29 يوم 29 28 28 26 26 26 26 يعني امام حضراتكم كل التداول سواء بيع باي او شراء طبعا نسبة الشراء اكثر من البيع تمام زي ما شايفين هم 25 مشترينا والنهاردة طبعا في بيع بسيط زي ما شايفين وربح معقول النهاردة بين بي 0.075 دي استراتيجية بنستخدمها انا او باستخدمها انا في التداول ممكن تربح ممكن على المدى الطويل ولكن بتتبع استراتيجية معينة لو راح نشوفنا النهاردة نسبة الربح كام تعال نشوف مع بعض في عملية تداول تقريبا ما يعادل 20 دولار لهذه العملية زي ما نشايفين الفي ده وتم دفعه والتوتل العملية ديت 20 دولار للعملية متن كا ايه كيعني كا 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 كتداول كما تمام كتداول عندنا اوضر واحد بس تقريبا المفتوح اللي احنا راح نلغي النهاردة تقريبا انه انه ثبدا مفتوح بقالو مدة والا اوضر هستوري زي ما احنا قلنا والتريد هستوري زي ما نشايفين النانو كنا دخلنا عملية وتعال نشوفها اهي ده العملية التريدنج بزير اوتو فايف ايت فايف بين بي العملية تريدنج برايس وفيلد اه يعني كمنا بعمل اثنين بوين وان وخمستاشر بوين تو والفية والتوتال للربح بين عن طريق ربحين او عمليتين في نفس الوقت زي ما نشايفين يوم واحد بين بي تداول تمام اه زي ما نشايفين زي ما نشايفين امان حضراتكم هو دوت التداول بتاعنا لذلك انا ان شاء الله راح هارد يعني اللي انا عايز اقوله ان هذه الاركام اللي انتو بتشوفوها هنا هو مش تعتبر اركام حقيقية لان انت بتشتري من شيء معين وبتبيع بتشتري عملة معينة وبتبيع بعملة معينة تمام انا حاليا عشان اكون صريح معاكم باشتخدم شيرينبي بس ليه اللي هنقول يعني مراجعة او يعني دراسة بس الازواج بتاعتي لاني بتتبع استراتيجية تانية حاليا هي اه تداول على برنامج اخر كمان ليه معرفة نجاح التداول يعني زي ما نشايفينه مكتر عدد الازواج بتاعتي زي ما انتم حضراتكم شايفين بطريقة يعني كبيرة كل دا تداول اه او عملات مفتوحة للتداول لزالك انا هارد عضوية مجانيةどعندنا اربع عضويات مجانية جراحة اه تابعونا في قناتنا في الجروبات اللي احنا نعرف فيها هذا الفيديو في الجروب بتاعنا في أعضاءنا كوينات برو موقعنا العلاني في غيره وغيره وغيره فلو انت شايف نفسك او لديك المقدرة او بعض المال لدخول هذه الخطوة وتجربة الربح مش هتدفع ولا مالين بالعكس احنا رح نهديك مبلغ معين يعني مبلغ من شيرمبي او عدوية زي ما انتم عارفين او زي ما انتم شايفين عدوية ما يعادل 8 دولار يعني حوالي 9 دولار عدوية لك مجانية يعني عشان انت بتحب هذا المجال تمام بيش هتخسر حاجة لو هيكون معك مبلغ من المال شايف ان انت تقدر تشغله صح سواء في ماينتس وواء في بيتريكس ليه لا ساعتها رح تربح كويس وانا متأكد انت رح تربح كويس لان لو انت تبعت شخص معين في السوشال وتلاقيت اشخاص كتير فيه اشخاص كتير شطال جدا ويعني لهم خبرة عالية وربح 14 في المية مثلا هذا الشخص بربح 14 في المية ما تبصلوش النهاردة بس بصوا بيشتغل بعملتين برضو زي من شايفين ربح 14 في المية يعني النهاردة 1 في المية في الاسبوع يعني فيه ربح كويس النهاردة الربح مش كويس عمتا ليه الناس كتير ولكن ليه لا يا شباب ليه لا طعا نشوف الشخص دوت مثلا الشخص دوت بيشتغل احنا شوفناه بلي كده يعني فيه ارباح كتير وفيه ناس بتربح كويس جدا 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 وفيه خسارة وفيه ربح وفيه مكسب وفيه كل حاجة طبعا ولكن انت محتاج الوقت والعزيمة والصبر طبعا عشان تربح بصوا هذا الشخص يا جماعة عنده نسبة خسارة كبيرة اوكي لمدة اسبوع عنده يعني زي ما ان شايفين بس تعال بصوا الازواج اللي بتتدول بيا بيتكوين وي 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 تمام فيه خسارة في السوق كلها فمش انت بس يعني اللي انت خسران او غيرك او غيرك تمام انا هزبط الليدر بتاعي لاني مش عارف هو بالشغال ليه الليدر هنا هو لو انت روح تتلاقي اما ليدر وانشيكو الدا بوكس كيز الفلور وسيف بس طريبا مش شغال الليدر بتاعنا لو احنا هكتبنا هنا كريبتو مش موجود كريبتو ارابي هحاول ازبطه لو مع الادارة او مع المديرين بتوع الموقع ونشوف ازا كان هو بالشغال ليه طبعا كريبتو سام مثلا اي حاجة مش هسيبها لكم تحت طبعا عشان لو انتوا حابين تمام وهتلاقييني مثلا موجود ممكن عشان هنا في اسمه كريبتو سام ممكن والبيتريكس اسمه كريبتو عربي فممكن هي دي تكون هي دي المشكلة هنزبط الموضوع ده طبعا ونشوف ازا كان في حل او كلام من ده ونعرفكو طبعا ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله تعالى بحيس لو انت عايز تتابعنا للا عايز تخش تتابع حد تاني برضو مفيش مشكلة احنا بنحاول نوريك وانا بعتبر بشرح الموضوع ده بس كده يعني للمتعب فقط وخليكوا تشوفوا ان موجود اعمال اخرى تقدر تربح منها من خلال الانترنت فيديو متاعي انتاعه لكده معلش هو ستة وعشرين دقيقة ولكن مهم جدا فيه كل حاجة عن شيرنبي يارب اكون شرحت كل حاجة ومنسيتش اي حاجة فضلا وليس امرا ما تنساش تسيب لتعليقك تحت ولو عجبك الفيديو ياريت تعمل لايك اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته